ولهذا قيل مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض ومن الأحكام المتعلقة بالشتاء المسح على الخفين فإن غالب الناس إنما يمسح على خفيه في فصل الشتاء نظرا لحاجته إلى لبس الخفين والجوربين والخف هو ما يلبس على القدم من جلد ونحوه وأما ما يلبس على القدم من قماش أو صوف أو قطر ونحو ذلك فإنه يسمى جوارب وهي التي يسميها الناس الشرابات والمسع على الخفين ثابت بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع أهل السنة والجماعة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فإن قوله وأرجو لكم فيها قراءتان سبعيتان وأرجو لكم وهي الموجودة في المصحف والثانية وأرجو لكم بالجر أما على قراءة النصب وأرجو لكم فهي معطوفة على قوله اغسلوا وجوهكم والوجه مغسول فتكون القدم مغسولة وأما على قراءة وأرجو لكم فهي معطوفة على قوله امسحوا برؤوسكم والرأس ممسوح فتكون القدم ممسوحة وأما السنة فإن الأحاديث الواردة في المسح على الخفين من الأحاديث المتواترة قال الإمام أحمد رحمه الله ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قيل مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض وقد أجمع أهل السنة والجماعة على مشروعية المسح على الخفين ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع ولهذا ذكروا في كتب العقائد المسح على الخفين لأنه مما خالف فيه أهل البدع ترجمة نانسي قنقر